علوم الصف السادس الابتدائي الدرس الرابع المفهوم الأول الخلية كنزاء ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية 1. تحاط الخلية الحيوانية بجدار خلوي 2. لا توجد عضيات مشتركة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية 3. لاحظ الخلية النباتية والخلية الحيوانية التاليتين أو جهة تشابه بين الخليتين 4. أن الخليتين تحتوي على عضيات مشتركة 5. هذه العضيات تحافظ على الخلية وتنظمها وكمان تتحكم في الخلية 1. النواة 2. غشاء الخلية 3. المتكنديريا 4. السيتوبلازم 5. الفجوة العصرية 6. الشبكة الإندوبلازمية 7. جهاز جولجي 5. الكلية النباتية 5. الكلية النباتية تتميز عن الخلية الحيوانية بوجود قدار خلوي 7. بلاستدات خضراء 6. يجب ما أقول لك أكمل تتميز الخليهات النباتية 8. عن الخلية الحيوانية بوجود نقط ونقط جدار خلوي وبلاستيدات خضراء البلاستيدات الخضراء هي عبارة عن حبيبات صغيرة خضراء تحتوى على صبغة الكولوروفيل طيب ما هي أهمية صبغة الكولوروفيل؟ تعطي النبات لونه الأخضر وكمان تعمل على امتصاص الطاقة من دوء الشمس هذه الطاقة تستخدمها البلاستيدات الخضراء لصنع غزاء النبات يبقى ما أقول لك أكتب مستهل علمي حبيبات صغيرة خضراء تحتوي على صبغة الكولوروفيل صح؟ البلاستيدات الخضراء أكتب مستهل علمي تعطي النبات لونه الأخضر صح؟ صبغة الكولوروفيل اتنين الجدار الخلوي أو بنسميه جدار الخلية يبقى ما أقول لك ده علامة صح أو خطأ جدار الخلية مادة لينة تحيط بالخلية يبقى ما أقول لك أكتب مادة صلبة تحيط بالخلية طيب الخلية مين؟ النباتية والحيوانية صح؟ الخلية النباتية من الخارج وتعطيها شكلا محددا يبقى ما أقول لك أكمل مادة صلبة تحيط بالخلية النباتية من الخارج وتعطيها شكلا محددا نقط صح؟ الجدار الخلوي أو مستهل علمي علل الخلية النباتية لها شكل محدد ليه؟ لأنها يحيط بها جدار خلوي أو جدار خلية علل تميز أجسام الحيوانات بأشكال محددة رغم عدم احتواء خلية على جدار خلوي أجسام الحيوانات ما عندهاش جدار خلوي بالرغم من كده لها أشكال محددة إيه السبب؟ بسبب وجود العظام عند بعض الحيوانات أو وجود الهيكل الخارجي وعبارة عن زهر صلب يشبه الصدفة عند البعض الآخر مثل الحشرات يسبب وجود مين؟ وجود العظام عند بعض الحيوانات أو وجود الهيكل الخارجي عند البعض الآخر مثل الحشرات مكونات ووظائف عضيات الخلية النباتية مكونات الخلية النباتية النواه المتكونديريا غشاء الخلية السيتوبلازم جهاز جولجي الفجوة العسرية جدار خلية والبلاستيذات الخضراء دي المكونات تعالوا نشوف الوصف والوظيفة واحد جدار الخلية أو جدار خلوي عبارة عن المادة أو الطبقة الخارجية ولا الداخلية؟ صح الخارجية الصلبة ولا المرنة؟ الصلبة تحيط بخلايا مين؟ النباتات والحيوانات؟ صح النباتات فقط طيب إيه الأهمية؟ بيمنح الخلية شكلا محددا اتنين جدار الخلية دي المادة أو الطبقة الخارجية الصلبة بتحيط بالخلية النباتية وتمنح الخلية شكلا محددا اتنين غشاء الخلية الطبقة المحيطة بمحتويات الخلية مباشرة طيب إيه الأهمية؟ التحكم في دخول وخروج المواد من وإلى الخلية يبقى ما قلناك اكتب المستهل علمي يعمل على التحكم في دخول وخروج المواد من وإلى الخلية صح؟ غشاء الخلية ثلاثة الساتوبلازم ده عبارة عن السائل الموجود داخل الخلايا لو قلنا قبل كده أنه وسائل هلامي طيب إيه الأهمية؟ تزبح فيها العضيات أربعة المتكنديري ودي بتحول السكر إلى طاقة للخلية يبقى ما قلناك أكمل نقاط تعمل على تحويل السكر إلى طاقة الخلية المتكنديري أكمل المتكنديري تحول نقاط إلى طاقة الخلية تحول السكر إلى طاقة للخلية خمسة النواة أهمية النواة هو أن تتحكم في الوظائف داخل الخلية يبقى تتحكم في الوظائف داخل الخلية وكمان مسؤول عن انقسام الخلية يعني لما فيش نواة يبقى ما فيش انقسام الخلية ستة جهاز جولج ده بيحضر ويغلف المواد داخل الخلية وبعدين ينقلها خارج الخلية تاني يغلف ويحضر المواد داخل الخلية وينقلها فين خارج الخلية سبعة الشبكة الاندوبلازمية جامع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية يبقى لما أقول لك أكتب مستحى العلمي بيعمل على جامع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية صحيح الشبكة الاندوبلازمية تمانية الفجوة العسرية ده عبارة عن تركيب يشبه الكيس يبقى إيه؟ تركيب يشبه الكيس طب إيه اللي همية؟ تخزن تعالى شو بتخزن إيه؟ العناصر الغذائية والمياه والفضلات طيب بتكون كبيرة في الخلية النباتية يعني بتكون أكبر من الخلية مين الحيوانية تسعة البلاستيدات الخضراء تحتوي على صحيح صبغة الكولوروفيل ولها الدور الرئيسي في القيام بعملية البناء الضوئي نعم مقارنى الخلية ينبطىา خلايا تحتوي على القنوية العنية والنباتية الجدار الخلوي لا يوجد في الجدار الحيوانية كيفية لوحضمة خلايا لا تحتوي على جدار الخلوي لكيمكن ال ótime اللعين لنباتيه تحتوي على الجدار الخلوي بالنباتية وعدد الشكل الخلي اثنين سيصل علىnsinn الخليل الحيوانية لا تحتوي على بلا استداد خضراء طف النباتية تحتوي على بلا استداد خضراء طيب صنع الغذاء الخليل الحيوانية لا تستطيع صنع غذاءها بنفسها طيب ليه لأنها لا تحتوي على بلا استداد خضراء طيب الخليل النباتية تستطيع صنع غذاءها بنفسها طيب ليه لأنها تحتوي على بلا استداد خضراء طيب الفجوات العسرية الفجر العسرية في الخلية الحيوانية تكون صغيرة في النباتية تحتوي على فجره عسرية كبيرة يقول لك عن ليل تستطيع الخلية النباتية صنع غزاء بنفسها بينما لا تستطيع الخلية الحيوانية ذلك بسبب وجود بلاستداد خضراء في الخلية النباتية وعدم وجودها في الخلية الحيوانية سنة واحد ما هي العضيات الموجودة في الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيوانية صح البلاستيدات الخضراء والجدار الخلوي أو الجدار الخلية البلاستيدات الخضراء للكيام بعملية بناء الضوء جدار الخلية بيحافظ على شكل الخلي سنة اثنين ما السبب في احتواء الخلية النباتية والحيوانية على العديد من نفس العضيات لان الخلية الحيوانية تعمل بشكل مشابه لعمل الخلية النباتية تعني تلبي احتياجات وظائف الخلية اختبأ نفسك اكمل الهبارات القاتية تميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود نوط ونوط بوجود جدار خلية وبلاستيدات خضراء 2- وظيفة نقط التحكم في المواد التي تخرج وتدخل إلى الخلي 3- تساعد نقط في جمع ونقل البروتينات الشبكة الاندوبلازمية نشاط 10 المشروع تخطيط مدينة كنموذج للخلي التركيب الموجودة داخل الخلايا تكون متخصصة في أداة وظيفة محددة وده شبه المنشآت الموجودة داخل المدين هنعمل تخطيط مدينة كنموذج للخلي بحيث يمكن تشبيه تركيب الخلية بمنشآت المدين تعالوا نشوفي إزاي النواة النواة تشبه مجلس إدارة المدين لا تتحكم عاوز الكمبيوتر ما تستحكم في الخلية غشاء الخلية ده عبارة عن حراس بوابات المدين المدوكونديريا محطة توليد الكهرباء الشبكة الاندوبلازمية صح عمال البناء والإصلاح جهاز جولجي مصنع التعبئة والتغليف الفجوة العصرية ده أماكن التخزين جدار الخلية صور المدينة القوي البلاستيدات الخضراء صح ما صنع الغزاء تدريبات سلاح التلميز على الدرس الرابع صفحة 31 1- بالرغم من أن النباتات والحيوانات كائنات مختلفة كليا إلا أن لديها بعض التركيب المتشابه جدا داخل خلايا عبارة صحيح 2- تتشابه وظيفة النواع في الخلية مع وظيفة مجلس إدارة المدينة عبارة صحيح 3- يوجد الكولروفيل في الخلايا الحيوانية في الخلايا النباتية عبارة خطأ 4- تستطيع الخلية الحيوانية صعن الغزاء بنفسه الخلية النباتية عبارة خطأ 2- اختر الإجابة الصحيح 1- تساعد نقاط في الخلية في جامعة ونقل البروتينات 1- الفاجر العسرية 2- الشبكة الإندوبلازمية 3- الميتوكنديريا 4- السيتوبلازم 5- الشبكة الإندوبلازمية 2- تشابه وظيفة حراس بوابات المدينة مع عضية نقاط في الخلايا 5- البلاستيد الخضراء 6- غشاء الخلية 6- الفاجر العسرية 7- غشاء الخلية 3- تحتوي نقاط على مادة الكدروفيل 7- غشاء الخلية 8- غشاء الخلية 9- جهاز جولجي 9- البلاستيد الخضراء 10- البلاستيد الخضراء 11- أربعة جميع ميالي 10- يوجد بالخلية الحيوانية 11- الغشاء البلازمي 12- السيتوبلازم 13- الجدار الخلوي 14- الشبكة الإندوبلازمية 14- الجدار الخلوي 15- أكمل باستخدام بنك الكلمات التالية 15- جهاز جولجي 16- النباتية 16- النواة الحيوانية 17- 1- الجزء الذي يتحكم فيه الوظائف داخل الخلية وانقسامها يسمى 17- النواة 18- 2- تحتوي الخلية نقطة على فجوة عصرية صغيرة 18- الحيوانية 19- 3- يساعد نقطة في تحضير وتغليف المواد داخل الخلية 19- جهاز جولجي 19- 4- توجد البلاستيديات الخضراء في الخلية النباتية 20- 4- اكتب المستهل العلمي لكل من 21- تركيب الخلية يخزن العناصر الغزائية والمياه وفضلات الفجر العصرية 21- طبقة خارجية صلبة تحيط بخلايا النباتات لمنحها شكلا محددا الجدار الخلوي 22- 5- ايا من عضيات الخلية التالية تحول السكر الى طاقة في الخلية 23- صحة المتكنديري رقم واحد 23- نشاط 11- بناء مدينة كنموذج للخلية 24- الادوايات 24- خطة بناء مدينة كنموذج للخلية 25- يعني ايه؟ 26- يعني مثلا النواة هنشبهها كأنها مجلس إدارة المدين 26- وغشاء الخلية حراس بوابات المدينة 27- وهكذا 28- طيب اتنين سلصات ومواد قابلة لاعادة التدوير والوان وأقلام تحديد 29- الخطوات 29- هنجمع المواد اللازمة وابدأ في إنشاء نموذج لجزء من مدينة 30- وليكن مثلا مصنع 30- يبقى المصنع ده ده عبارة عن خطة بناء مدينة كنموذج خلية 30- اتنين 30- ضع لافتة على كل تركيب في النموذج توضح اسم العضية التي يتم تمثيلها في الخلية 31- واسم المنشأة المقابلة في المصنع 31- يعني ايه الكلام ده؟ 32- يعني مثلا عندك هنا 32- جدار الخلية يشبه مين؟ 33- يشبه جدار المبنى 34- اللي هو مبنى المصنع 34- طيب ايه كمان؟ 35- الشبكة الاندوبلازمية تشبه الشخص اللي بيجمع المواد 35- طيب النواة؟ 36- دي بتمثل الشخص اللي هو موجود امام الكمبيوتر 37- على اساس ان هو المركز التحكم وهكذا 38- المنحظات والنتائج 39- يوجد تشابه في بناء المباني مع نموذج الخلية 40- قلنا زي 41- الجدار الذي يحمل مبنى يتشابه معه جدار الخلية في الوظيفة 42- التحليل والاستنتاج 42- توفر النمازج تنسيلا مرئيا لمفاهيم العلمي 43- وده بيساعد على تذكر التركيب والوظائف المختلفة لمكونات الخلية 44- نشاط 13- المهن وعلم الخلية 45- ده علامة صح او علامة خطأ 45- أمام العبارات الاتية 46- واحد نستطيع دراسة الخلايا دون الحاجة لمايكروسكوب 46- اثنين يساعد تطور المايكروسكوبات في اكتشاف المزيد عن خلية 47- اثنين يساعد تطور المايكروسكوبات في اكتشاف المزيد عن خلية 47- الخلايا صغيرة جدا 48- كطر الخلية الحيوانية 48- حوالي 10 مايكرونات 49- او 1 من 1000 سنتيمتر 49- المايكرو والسنتيمتر 49- والمتر والكيلومتر 50- ده كل واحدات كلاس الطول 50- فعشرة مايكرونات تساوي كام 50- تساوي 1 من 1000 سنتيمتر 50- تركيب الخلية من جوه 50- بتكون اصغر من الرقم ده 50- علماء الخلية 51- يدرس علماء الخلية 52- آلية عمل خلايا الكائنات الحي 53- الآلية يعني ازاي بيشتغل ازاي 54- ومدى استجابتها للمتغيرات المختلفة 55- يطلق على العلماء الذين يدرسون الخلايا 55- اسم نقط 56- علماء الخلية 56- يحللون البيانات 56- ويقدمون النتائج للباحثين الآخرين 57- يعملون في مجال الطب وزراع 58- في مجال الطب لمراكبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء من الجسم 59- إصلاح أجزاء من الجسم؟ 60- أجزاء طلفات 60- إصلاح أجزاء من الجسم أو الاستجابة للأدوية 60- هل هي تستجيب ولا لا؟ 61- كمان في الزراعة 61- لدراسة كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل البيئة المختلفة 62- لرأية دراسة الخلايا نحتاج إلى إيه؟ 62- صح أجهزة الميكروسكوب 63- صبغ الخلايا 64- عادة ما تكون الخلايا شفافة 64- يعني شفافة؟ يعني عدمة اللقم 64- يصعب رؤيتها تحت الميكروسكوب 64- عشان كي العلماء بيستخدموا إيه؟ 64- الصبغات 64- لتلوين أجزاء الخلايا 65- وبالتالي تكون أكثر وضوحة 65- طيب نوع واحد من الصبغات؟ 65- لا طبعا 65- بتم اختيار صبغات مختلفة 65- لأنواع المختلفة من الخلايا 66- الصبغات بتظهر مناطق معينة في الخلية 67- يعني مثلا سبغة أزرق الميسلي 67- لتوضيح جزء محدد من الخلية 68- وهو إيه؟ وهو النواي 69- يمكن رؤية نواة الخلية تحت الميكروسكوب 69- عند سبغها بمادة نؤة صح أزرق الميسلي 69- الخلايا بصورة سلسية الأبعاد 69- طور العلماء طريقة أفضل لرؤية الخلايا 69- فصنعوا مايكروسكوبا يظهر الخلية الحية سلسية الأبعاد 69- يعني نشوف الخلايا من الأعلى ومن الجوانب وعلى شكل طبقات 69- طيب واحد 70- كيف يعمل الميكروسكوب سلسي الأبعاد؟ 71- يلتقط صور الخلية في طبقات 72- والكمبيوتر يجمع تلك الطبقات معا 72- ثم تلون الصورة بعد ذلك 73- ثم يلتقط صور الخلية في طبقات 74- والكمبيوتر يجمع تلك الطبقات مع بعض 75- وبعدين الصورة تلون 75- كيف ساعد الميكروسكوب سلسي الأبعاد للعلماء؟ 76- ساعد علماء الأحياء على معرفة المزيد من أجزاء الخلايا 77- وكيفية انكسامه 77- وساعد الأطباء الذين يعالجون مرضى السلطان على 77- على فهمهم وعلاج السلطان 77- كيف ينشأ السلطان؟ 78- السلطان بينشأ من خلايا تنقسم بسرعة 78- اختبر نفسك أكمل لبارات الأطياء 79- واحد يطلق على العلماء الذين يدرسون الخلايا اسم علماء الخلية 79- اتنين يمكن رؤية نواة الخلية تحت الميكروسكوب عند سبغها بمادة نقطة أزرق الميسلي 80- تلاتة يحتاج العلماء له نقطة لرؤية الخلايا ويدرستها بصورة سلسة الأبعاد 75- الميكروسكوب سلسة العبعاد 01- الميكروسكوب أكد 오��운 سلسة الأبعاد 80- ترى